إذن للوقوف عند التطورات في الضفة الغربية والقدس ينضم إلينا في الستوديو المحلل والباحثة الفلسطينية الدكتور مأمون أبو عامر دكتور مأمون مرحبا بكم عياكم الله بعد ساعات من توديع الفلسطينيين 12 شهيدا في القدس ومخيم جنين هناك عمليتان في القدس تتسببان بمقتل 7 وإصابة 10 من المستوطنين الصهاينة ولكن دكتور مأمون ماذا يعني هذا الرد السريع من قبل الفلسطينيين؟ ماذا يعني لكم ذلك؟ ماذا يعني لو أنت نظرت إلى الساحة الفلسطينية لحظة الخبر على التنفيذ العملية؟ نعم كم من الجماهير الفلسطينية خرجت بحشود قوية بحالة انفعال غير مسبوقة كأن جماهير انفجرت إلى الشوارع ابتهاجا ابتهاجا وفرحا أن هناك حالة غضب غير مسبوق نعم وحالة هذا الغضب مكبوط في نفوس الناس نعم تم التعبير عنه بهذه العملية هذه العملية هذا سياق فلسطيني ليس الأول من نوعه هذا سياق متكرر في أبريل الماضي عام 2021 نعم بشكل مضطرد حوالي أصبح هذه الشهداء حتى تاريخ العملية لثلاثين شهيدا وهذا زاد الغضب الفلسطيني وهناك طبعا عدد كبير من الأطفال والنساء والأبرياء الذين ليسوا مقاتلين فبالتالي هذا كان هناك حالة من الغضب الشديد في الشعب الفلسطيني كان ينتظر الرد والانتقام من الاحتلال وفعلا هذه الحالة هي المعنى الحقيقي أن الشعب الفلسطيني أخذ زمام المبادرة وزمام الرد على الاحتلال الصهيوني ولا ينتظر أي مبادرة من أي أحد دكتور هاتان العمليتان هل أحرجت حكومة الاحتلال برئاسة من يامي ناتنياهو أحرجتها بالفعل؟ هي وضعت الأمور في النصاب الصحي هذه الحكومة جاءت لتقدم الجمه الإسرائيلي أنها لديها الدواء الشافي للحالة الثورية الفلسطينية المتصاعدة خاصة في الضفة الغربية وبالتالي لديها رؤية بزيادة الاستيطان وزيادة القمع ضد بناشع فلسطيني كأول عملية قمع الصهيونية كبيرة الحجم كان هذا الرد سريع وهذه ليست عملية ثلاث عمليات اليوم كان هناك عملية الأولى بالأمس وبعد 15 ساعة كانت عملية الفتى في منطقة حي سلوان وفي أريحة كمان في وادة أريحة كانت هناك عملية اطلاق نار لكنها لم تؤدي إلى صابات يعني ثلاث عمليات رد فعل في يوم واحد في خلال 24 ساعة لم تمضي على بعضها هذا طبعا إشارة أنه كل المحاولات كل أساليب الضغط والإرهاب وتخويف الجمهور الفلسطيني لن تجدي نفعا في إخضاع الشعب الفلسطيني وأجباره على الخضوع التسليم لإحتلال دكتور مأمون هذا الرد الذي وصفته هو التحرك السريع من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة هل يعتبر حالة متطورة من قبل الفصائل الفلسطينية بمعنى أوضح هل نحن أمام حالة نضالية مختلفة عن الحالة التقليدية هو الحقيقة أن الحالة الفصائلية أصبحت مقيدة بكثير من القيود بطريقة النضال التي اتبعتها وكثير من الفصائل الفلسطينية تحولت إلى حالة أشبه بالحالة النظامية وتحولت نوع الحروب إلى حروب نظامية كلاسيكية والشعب الفلسطيني لا يستطيع تحمل تكلفة حروب كلاسيكية بهذا الشكل لذلك عندما يصير أي حدث أصبح هناك حسابات كثيرة عند انفجار الموقف وهذا طبعا أدى إلى أن الشارع الفلسطيني الحالة الفردية هي تقوم بالرد الفعل المباشر وليس الحالة التنظيمية وبالتالي الجمهور الفلسطيني يجد متنفس عندما لم يجد من طريقة التنظيمية متنفسا للرد على الاحتلال كانت هناك الحالات الفردية للك رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال دكتور بالنظر إلى أعمار الشابين الذين نفذاء العملياتين في مستوطنة النبي عقوب وقرية سلوان أين أضحت عمليات محوة الهوية الفلسطينية من قبل الاحتلال الصهيوني؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال هذا يثبت بما لا يشك حالة الوعي الجمعي لدى الجمهور الفلسطيني بأن الانتماء الوطني والهوية الوطنية الفلسطينية ثابتة لا تتزحزح وأن محاولات الاحتلال بكل الأساويل أساليب القمع نظرية ما لا يأتي بالقوة يأتي مزيد من القوة كلها فشلت في كي الوعي الفلسطيني وإخضاعه وإجباره وبالتالي حوالي 56 عاما من الاحتلال المباشر في الضفة الغربية وقطاع غزة وخمسة وسبعون عاما من الاحتلال في فلسطين محتلل عام 48 لم تؤدي إلى كي الوعي الشعب الفلسطيني حتى الذين تم السيطرة عليهم في عام 48 ما زالوا موجودين وما زالوا شكلوا حالة نضالية لها طريقتها في التعبير النضالي لكن في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة الحالة النضالية حالة ثورية مسلحة سواء حالة فردية أو حالة جماعية تنظيمية ولذلك هذا الحالة الاحتلال مفكرين وقادر الاحتلال يدركون تماما أن الحالة الفلسطينية وعي الفلسطيني لا يمكن محيه ولا يمكن إزالته ولذلك الاحتلال يدرك أن معادلة مع الفلسطيني لا يمكن أن تنتهي وهذه طبعا معركة مستمرة إلى نهاية طيب معركة مستمرة ولكن بن يامين نتنياهو وصف عملية القدس وقال بأنها هجوم قاس ولكنه أيضا في نفس الوقت تعهد برد حازم ماذا تتوقعون؟ يعني الخيارات الإسرائيلية متعددة وهي تحظى بغطاء دولي من جرائم الإدراءة الأمريكية منحازة بشكل كبير التي اعتبرت أن العملية الإسرائيلية في جينين هي عملية مبررة ومن حق إسرائيل قيام بها وتبررت مقتل قتل عشرة مواطنين فلسطينيين وتجاهلت أيضا قتل عشرات خلال 25 يوم الماضية وغضت الطرف وتبنت الرواية الإسرائيلية كاملة وعندما قام فلسطيني بالرد على قوات الاحتلال كان هناك موقف دولي أن هذا حرب على الأمم المتحضرة وبالتالي هذا المنطق يغدر رسالة التي ممكن أن نشهدها أن الأيدي الإسرائيلية طليقة لارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا ممكن أن الآن الخطة الإسرائيلية تضع خطط من ترحيل عائلات المنفذي العمليات الفدائية وأما سحب الهويات لأنه اثنين من سكان مدينة القز والقز تم إضمها ويمتلكون هويات زرقاء التي هوية كيان الصهيوني كمواطنين إسرائيليين لكنهم من درجة تانية لأنهم لا يمتلكوا جواز الصفر إسرائيلي يمتلكوا هوية لكن يبدون جواز الصفر وبالتالي يمكن سحب هذه الهويات ومنع أهاليهم من العمل ومصادرة أموالهم ومنعهم من العمل أو طردهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة وتدمير بيوتهم هذه كلها إجراءات واردة هناك ممكن تكون عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية أو ممكن تأتي إلى خطاع غزة لكن احتمال توجيه الضربات إلى خطاع غزة أعتقد أنه من المبكة الحديثية لكن المخاوف أن تكون هناك تركيز خاصة على منطقة جينيين ومنطقة نابلس دكتور بالتطرق إلى الموقف السياسي الفلسطيني هل ترونه متوائما مع الأحداث التي تجري هناك؟ الأسف الشديد الموقف الفلسطيني موقفين موقف الرسمي للسلطة الفلسطينية أعلنت عن موقف التنسيق الأمني وهذا كان مطلب فلسطيني منذ فترة طويلة وهو أصلا خطأ في أصله بالرغم من أنه كان هناك في نوع من الموازنات إلا أنه كان دخول موازنات بين طرف قوي وطرف ضعيف يعطي الأفضلية لتحقيق مصالح الطرف القوي وطوال فترة التنسيق الأمني كانت التنسيق الأمني يصب في مصلحة الطرف الإسرائيلي بشكل مطلق ولم يخدم الطرف الفلسطيني بأي حال من الأحوال ولذلك هناك إجماع فلسطيني على مطالبة وقف التنسيق الأمني التأس السلطة الفلسطينية انتخذت هذا القرار لكن هناك شكوك حول إمكانية تنفيذه لأن السلطة الفلسطينية كيان ضعيف بنيت على بنية ضعيفة بموافقة غربية وذلك لا يوجد شكوك في إمكانية استمره هذا الموقف السلطة الفلسطينية كسلطة ترفض الفصائل الفلسطينية موقفها واضح تتمنى الموقف المقاوم ولذلك هناك مطالبة السلطة الفلسطينية تتعطي شكل غطاء سياسيا للمقاومة في الضفة الغربية وترفض وصف المقاومين في جينين ومنطقة نابلس بأنهم مرهابيين كما وصفهم يعني بعض صفهم الدول الغربية وخاصة البيت المتحدة وحتى بعض البيانات الوزارة الخارجية العربية والإسلامية للأسف الشديد لسمت هذه العملية بالعملية الإرهابية دكتور مامون عن الفصائل الفلسطينية إلى أي مدى أصبحت محرجة أمام الشارع في ظل حالة الانقسام ربما يتابعها المشاهد العربي هل أصبحت محرجة أمام الشارع الفلسطيني والعربي على حد سواء الحالة هناك حالتين في حالة يعني انقسام بين طرفين قسام بين طرفين يؤيد خطيار المقاومة فيه قسام يرى في المقاومة خيارا مرفوضا نعم ويرى أن الخيارات هي خيارات سلمية ومفوضات وهذا طبعا يعني هناك قناعة واسعة في الشارع الفلسطيني رفض هذا الخيار وأنه لم يعد خيارا مجديا وغير مقنع للشارع الفلسطيني لأنه ثبت فشله منذ اتفاق مفاوضات أوسلو عام 93 حتى يومنا هذا الآن 30 عاما من المفاوضات لم تأتي بشيئا الاستيطان مستمر وتزايد وعد المستوطنين كانوا في الضفة الغربية لا تجاوزوا 100 ألف الآن حوالي 600 ألف في ظل المفاوضات السلام والمستوطنات كانت محدودة كانت لا تسيطر على 1% الآن تسيطر على حوالي 7 أو 8% وهناك مجال حيوي 20% يعني تسيطر على حوالي 30 إلى 40% وهناك خطة الآن لضم 60% من الضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية هذه نتيجة المفاوضات السياسية وبالتالي من ناحية الوعية الجمهور الفلسطيني منحاس لخيار المقاومة والتوصيل المقاومة لكن الأشكالية هناك الحصار والضغط الدولي على الشرع الفلسطيني من أجل يعني السكوت على وجود الحالة والسلطة الفلسطينية كمتنفس للوضع الاقتصادي المحلل والباحث الفلسطيني الدكتور مامون أبو عامر شكرا جزيلا لكم دكتور أيها قبرة أيها قبرة أيها قبرة